النهاردة معادنا مع عزرة تسعة تعالوا نقرأ جزء من الإصحاح ده عايز أقرأ أول أربع إعداد في الأول وبعدين نقول لكم فكرتين كده وبعدين نكمل لازم نعدي بالقرأة على الأقل على الإصحاح كله هو مش كبير لكن تعالوا في الأول نقرأ أول أربع أعداد ولما كاملت هذه تقدم إلي الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللويون من شعوب الأراضي حسب رجساتهم من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأموريين كام شعب دولة عديتوا؟ تمانية فيه واحد جديد على الليستة دي المصريين صح كده؟ السبعة الأولين دولة كانوا موجودين فين؟ موجودين فين؟ في أرض كنعان أول سبع بمعادة المصريين يعني إحنا تحيا مصر بمعادة إحنا كان السبع شعوب دولة اللي الله قال لشعب إسرائيل أنا هواديكم الأرض اللي ساكن فيها الشعوب دولة تعملوا فيهم إيه بقى؟ تطردوهم وصهم كمان على تفصيلة معينة هنقرها بعد شوية بس الشعب اللي راجع من السبي زاد التعدي والخطيئة إنه ضم كمان شعب احتك بيه من ألاف السنين كمان المصريين إيه؟ كمان لأنهم عدد اتنين لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم لأنفسهم ولبنيهم يعني غالبا اللي تجوز كمان كان إيه؟ كان متجوز تجوز تاني ومش بس تجوز لنفسه كمان عمال إيه؟ جوز لابنه لحظوا شوية التفاصيل دي مهمة في النص واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أولا فلما سمعت بهذا الأمر عملت إيه بقى؟ مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر راسي وضقني وجلسته متحيرا يعني مغموم يعني مش عارف أعمل إيه؟ مش عارف أودي فين وأجي فين؟ عارفين الحالة دي؟ مش متحير يعني يا تره أعمل إيه؟ متحير يعني إيه ده الوضع اللي إحنا فيه ده؟ مصدوم زعلان جدا عدد أربعة فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل من أجل خيانة المزبيين وأنا جلست متحيرا إيه؟ تقدمة المساء مصيبة في حياة الشعب إحنا عارفين أنا برجع ماكو شوية أفكار كده إن عزرة مسؤوليته الأولانية اللي جاي بيها من أرض السبي لشعب إسرائيل إنه جاي يعمل إيه بالأولى؟ إنه يبني الحياة الروحية للشعب عزرة كاتب صح من اللويين كاهن عزرة كاهن فهو مش مهتم بالبونال هيكل زي ما عمل زارو بابل ويشوع هو مهتم بالحالة الروحية بتاعت مين؟ بتاعت الشعب وعايزكم تلاحظوا ملاحظة في الآيات الأولرية عزرة خات باله من الخطيئة دي ولا لأ؟ خات باله؟ ركزوا كويس هتلنا عدد واحد واثنين اثنين ثلاثة مين؟ ركزوا معي مين اللي قال لعزرة إن الشعب في خطيئة؟ هو اللي لاحظ؟ هو اللي لاحظ؟ لا مش هو اللي لاحظ سمع عدد واحد ولما كاملت هذه تقدم إلي الرؤساء القائلين وقالوا له في خبر عايزين نقولك خبر في مصيبة في الشعب انت مش واخد بالك منها ودي أول حاجة صدمتني في الإصاح ده إنه ممكن يبقى المنظر العام حلو يعني ممكن لما احنا نبص البعض ما نلاحظش حاجة ممكن لما الأسيس يبص الكنيسة ما يلاقيش حاجة صح؟ ممكن يبقى المنظر العام العبادة شغالة والزباح بتتقدم وفي حركة ونشاط في الهيكل وناس رايحة وناس جاية وناس بتعبد ربنا وناس بتقول تسبيح ممكن يبقى كل ده شغال لكن في مصيبة تحت والناس مش ملاحظاها فعزرة اللي كان مسؤول الأول بحياة الشعب ما لاحظش أن في خاطئة كبيرة من الشعب مين اللي اتدخل في الموضوع؟ في ناس قلبهم ضربهم وغيرة شعب الله أكلتهم فراحوا للقائد للمدير وقالت له احنا عايزين نقولك مصيبة حصلة في الشعب إن الشعب ماله لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللويين من الشعوب الأرض اللي حواليه وإيه قصة شعوب الأرض اللي حواليهم دول تعالوا نرجع لقصة الوصية دي من ربنا عشان نعرف الموضوع كان خطيرة ده إيه في خروج أربعة وثلاثين ده أول ذكر للكلام ده خروج أربعة وثلاثين وعدد حداشر من أول خروج عشرين اللي كان فيه الوصائل عشر اللي حينتها الوصائل عشر ولصاحات اللي بعديها دي تفاصيل العهد مع شعب إسرائيل الله قطع العهد مع شعب إسرائيل وفي عدد حداشر من ساحة أربعة وثلاثين بيوصيهم كده خروج أربعة وثلاثين عدد حداشر احفظ ما أنا موسيكا اليوم الله بيكلم شعب إسرائيل بيقوله ها أنا ده ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحسيين والفرزيين والحويين واليابوسيين سمعتهم فين دلوقتي نفس الشعوب وزودوا عليهم كمان المصريين فمن زمان جدا قبل ألاف السنين مئات السنين من اللي بيحصل مع عزرة الله بيوصي الشعب يقولهم الشعوب دولة أنا موديك وهتردهم من قدامك لكن خلي بالك قوي في عدد 12 بيقوله خلي بالك قوي احترز شوفوا لما ربنا بيقول الشعب احترز خلي بالك ركز معايا فلأنا هقولولك في اللي جايدة احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لألا يصير فخن خلي بالك من الكلمة دي برضو هنرجع لها ثواني بعد كده فخن في وسطك بل تهدمون مذبحه وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم فإنك لا تسجد لإله آخر ليه؟ لأن الرب اسمه غيور إله غيور هو احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويزبحون لآلهتهم كويس؟ في غلط في الكلام ده؟ الناس بتعبد ربنا من نجع بيهم لا ما هو مش هيحصل كده بقى ربنا بيحذر هيقوله اللي هيحصل مش هيحصل بالطريقة البسيطة واللزيزة دي كل واحد بيعبد ربنا مش هيحصل كده لما هم بقى بيعبدوا آلهتهم ويزبحوا لآلهتهم هتعمل إيه بقى؟ هتدعى لأن أنت قطع إيه؟ عهد فهيعزموك احنا عندنا حفلة تعالى إيه؟ تعالى شاركنا الاحتفال ده فتدعى وتأكل من زباحتهم طيب والحد هنا فيه مشكلة؟ لا ما هبص بقى شوف لك بقى إيه؟ اللي بيحصل واحدة واحدة هتدعى فهتروح فهتاكل وبعدين قال ليه يحصل؟ وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهم كل واحد بيعبد إلهه لا هيحصل كده؟ لا مش هيحصل كده ويجعلنا بنيك يزنون وراء إيه؟ آلهتهم فالله بيقول لشعب إسرائيل في سبع شعوب انت رايح تسكن وسطيهم هتردهم من قدامك ان كنت أمين في العهد معي لكن لما تدخل الأرض دي حزاري انك تدخل في عهد معاهم حزاري منك تجوز ابنك لبنتهم أو تاخد بنتهم لابنك لأن اللي هيحصل شر كبير طبعا نفس الوصية دي اللي موسى بيوصل للشعب بعد الخروج على طول في خروج 34 بيعدها عليهم في سفر التسنية أصح 7 قبل ما موسى يفرقهم ويدخلوا أرض الموعد بعد 40 سنة بيوصيهم تاني بيقول لك خلي باله الموضوع ده مهم جدا 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 نخلي بالكم منه لكن الشعب ملتزمش بالموضوع ده أول واحد دخل الفكرة دي لدماغ الشعب تفتكروا كم من؟ سليمان سليمان ملوك الأول صح 11 عدد واحد شايفين تحذير الراء كان واضح ومركز وبيتعد كتير وموسى قبل ما يموت قال لهم خلي بالكم عايز أفكركم بالموضوع ده أو عودة يحصل أو عودة يخلي بالكم خلي بالكم عدد واحد وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت مين؟ زود على السبعة كمان المصريين بنت فرعون مؤبيات عمونيات أدوميات صيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء أليهة فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحب عدد ثلاثة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت نساء قلبه وكان في الزمن شيخوخة سليمان أن النساء أملن قلبه وراء أليهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهي قلب داود أبي فذهب سليمان وراء عشتروس إلهة السيدونيين اتعزم من مراته فعمليه فراح أكل ولما أكل عمليه عبد الإله ده إلهة السيدونيين وملكوم إلهة ركس العمونيين ملكوم أو مولك ده كانت عبادته متضمنة اللي الناس بتحرق عيالها وتقدمه للإلهة مولك ده بتحرق عيالها وتقدمه للإله ده ده نوع عبادة مين دخلوا لشعب إسرائيل؟ سليمان مين سليمان؟ اللي بنى هيكة للرب اللي دفع كل غالي وسامين عشان يبين عظمة الرب وبهاءه وسلطانه وعظمته قدام عيون الشعب في الآخر حصله إيه؟ بصوا عدد سبع حينئذن بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤبيين على الجبل الذي تجاه أرشاليم شايفين الغيز بتاع الرب؟ سليمان بنى هيكة للرب على الجبل هنا قدامه على طور راح عامل إيه؟ راح بنى واحد تاني لكموش وهكذا فعل لجميع نساءه الغريبات اللي واتي كنا يقضنا ويصبحنا لإلهة هونة فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي ترأى له كام؟ مرتين فالخطيئة خطيرة جدا وخبيثة جدا عشان كده الله حذر الشعب جامد منها لما الرؤساء دولة جملة عزرة ويحكولوا على الموضوع ده قالوا له مش بس المصيبة في كده المصيبة كمان إن مين اللي بدأ في الموضوع ده؟ مين اللي بدأ في الخيانة دي الأول؟ القادة والرؤساء اللي المفروض هم قدوة للشعب عشان خاطر يفكرهم ويحذروهم ويقول لهم بصوا ربنا شدت كتير على الوصية دي وإحنا شفنا بعينينا اللي مالتزمش بالموضوع ده حصله إيه؟ فاكرين سليمان؟ فاكرين الملك الفلاني؟ فاكرين الملك الفلاني؟ فاكرين إحنا روحنا السبي ليه؟ فاكرين ليه؟ عشان خاطر إحنا مالتزمش بوصية الرب فإيه اللي حصل لنا؟ فالله سابينا وتعاقبنا فإحنا عايزين بقى نعمل إيه؟ نركز كويس في اللي جاي ده دور المين اللي يقول كده للشعب؟ القادة مين بقى اللي بدأ في الخيانة دي الأول؟ القادة نفسه عشان كده المصيبة مصيبتين المصيبة مصيبتين دي أول ملاحظة في الجزء ده إنه الخطيئة ما كانتش متلاحظة وده ممكن يحصل في أيامنا الخطيئة نبقى إحنا كلنا كويسين لكن فيه شر بيرعى وسطنا وإحنا مش ملاحظين تاني خطيئة إن الخطيئة كانت خادعة جدا 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 إيه الفكرة في اللي أنا أرتبط بحد غير مؤمن؟ يعني ليه ربنا مش هدد قوي على الموضوع ده؟ وهو الله بيوضح للناس بيقولهم إنه الفكرة دي لما تحصل هي في أولها حلوة يعني لما ترتبط بحد تاني من شعوب الأراضي الفكرة لذيذة وشيك إن انت يبقى ليك علاقة سلام بين كل الناس ودي حاجة مش وحشة دي تبان أولها إنها حاجة جميلة ونوع من أنواع الحكمة وده اللي عمله سليمان على فكرة إن كان في دماغ سليمان في الأول إلا أنا بزكائي عشان أعمل سلام مع الدول اللي حوالي تمام؟ ألز حاجة وأشيك حاجة وأكتر حاجة ما فيهش تكاليف اللي أنا أعمل إيه؟ أنزبه فلما نزبه أخد بنته بقنا عيلة بقنا أهل فهيحصل سلام فالفكرة دي في حد ذاتها حلوة حكيمة صح؟ بالمقاييز بتاعة الوقت ده لكن المشكلة فيها إن هي خادعة جدا وده اللي بيقوله يعقوب في رسالة يعقوب صح واحد يعقوب بيكلم الكنيسة بيقول لهم خل بالكم هتتجربوا هتتجربوا صح؟ احسبو كل فرح يا إخوتي إنما تقعون في تجارب متنوعة التجارب هتحصل هتحصل يعني بس خل بالك يقول حد لما يتجرب يقول مين السبب في التجربة بتاعت دي ربنا محدش يقول كده الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد لكن كل واحد بيتجرب لما إيه اللي يحصل بقى قال لهم ينجذب وينخدع من شهوتي يعني محدش هيقع في الخطيئة يعني لفظ أنا وقعت في الخطيئة ما بتحصلش كده الحقيقة محدش بيقع في الخطيئة بيبقى ماشي كده وعلى سهوة يعمل إيه يقع في الخطيئة مش هتحصل كده لكن ينجذب وينخدع اللفظتين دولة شبه الطعم اللي بنحط وإحنا بنصطد حاجة وإحنا بنصطد سمك أو إحنا بنصطد عصفير أو طيور إنت بتحط حاجة بتغري الفريسة وبتستخدم رغبتها في الحصول على الحاجة دي فهي اللي هتجيلك فالواحد بيعمل خطيئة إزاي لما في حاجة هو بيحبها بيشوفها قدام عن إيه فتسير جواه شهوة فاللي بيحصل بقى إيه إنه بيروح واحدة واحدة وينجذب وينخدع من إيه من شهوته والشهوة إذا حابلت تعمل إيه ثالث خطيئة والخطيئة إذا كاملت تنتج إيه موت فالموت اللي بتسببه الخطيئة بيحصل وقع كده صدفة لا ما بتحصلش كده بيحصل إيه وحدة واحدة وحدة تنازل بسيط فشهوة بسيطة وتجاوب بسيط ويحصل وحدة وحدة لما ده يخلص لما العملية دي تخلص تقع فين في الخطيئة عشان كده الله قال لهم ما ترتبطوش من الأول لأن لما انت تنزل تحت نير مع حد مش مؤمن هتطر تجامل وانت بتجامل في الأول مش هتحس إن فيه مشكلة لكن رجلك هتيجي في الخيئة واحدة 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 كده كل الخطايا اللي احنا بنقع فيها عدد تلاتة واربعة لما عزرة سمع الكلام ده قطع هدومه وقعد على الأرض ونتف شعر راسه ونتف شعر دأنه عارفين مين اللي عمل كده بالوصف ده بالزبط قبل عزرة بسنين طويلة فيه نفس المواصفات كده بتعرد الفعل ده ايوب 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 الحالة الوحيدة المزرية اللي كان رده فيها شديد العنف كده إنه قطع هدومه وراح جايب رماد حطه على راسه وقعد يشد في شعره وينتف في دأنه ويعمل كده عارفين ايوب عمل كده لما سمع أخبار عن ايه إنه شغله بس ما وشي كلها راحت غلمانه كلهم راحوا وبعدين ايه اللي حصل وولاده العشرة ما لهم ماتوا فكان رد فعله ايوب كده عزرة أخد نفس رد فعل ايوب كأن ايه اللي حصل كأن عياله ماتوا حصرت عزرة لما سمع الأخبار عن خطية الشعب خلته يحس أكن فيه عيل من عياله مات انا مش عارف انا وانت لما بنشوف في ضعف في شعب الله مش هكلمك عن ضعفك انت الشخصي دلوقتي يعني سيبوكم ان احنا كل واحد يبصوا عن نفسه النهاردة الرسالة مش شخصية النهاردة الرسالة مالها جماعية النهاردة لما تشوف ان في ضعف في شعب الله ايه رد فعلك بتقول شايفين المستوى السيء اللي هم فيه ربنا يحفظنا منهم شايفين فلان بيعمل ايه وفلان بيعمل ايه وفلان حياته عايش ازاي وتقعد تقول ايه ادي ده تعبان وده تعبان وده تعبان الحمد لله انا مش زيهم ولا تحس بالليش مئزاز ولا تروح تدورلك على جماعة تانية احسن شوية صح مش ده رد فعلا ممكن تاخده ايه الانجل ايه الانس اللي انا في وسطيهم دولا لا الواحد يدور له على ايه على كنيسة تانية يكونوا ايه احسن شوية ولا بتعمل زي عزرة كده تحس بالحزن الشديد وكأنك فقط تعيل من عيالك لما تلاقي في ضعف او خطية منتشرة في وسط شعب الله الكتاب بيقول لنا اللي احنا عضو في جسد صح لما الجسد بيبقى فيه علة او لما يبقى فيه مرض العضو الصحيح السليم المزبوط اللي على تواصل جيد مع الجسد المفروض لما الجسد يبقى تعبان رد فعل العضو المفروض يعمل ايه يتعب انا لو دخلت سلاية في صبعي من هنا صغيرة ايه اللي بيحصل في جسمي كله بسخن صح؟ الجسمي كله يسخن وجسمي كله يكسر ليه؟ لان فيه سلاية في صبعي ده فلو انت ما بتحسش بالقلم والضيء والحزن لما تشوف ان فيه ضعف في شعب الله يبقى راجع تاني علاقتك بجسد المسيح لو انت غيرتك على شعب الله مش بتغلب ديننتك وإيدنتك لما تشوف خطيئة في الشعب راجع تاني علاقتك بجسد المسيح لما بقفش نفسي انا مايكل لما شوف ضعف حد او ضعف اجتماع او ضعف لجنة او ايا كان من الحاجة اللي انا مش عاجباني في الكنيسة لما بقفش نفسي واقول ايه اللي هم بيعملوه ده؟ الحمد لله انا مش كده دي اضعف اوقات حياتي الروحية بقول انت ايه انت ناسي نفسك ولا ايه؟ عارفين لما بيحصل لي كده على طول بفتكر ايه؟ بفتكر ضعف انا الشخصي بقى بقول يعني شوف ربنا يعني وريك ضعف الناس وانت حسيت ايه الوحاشة اللي هم فيها دولا؟ ايه رأيك لو انا وريت الناس ضعفك انت بقى؟ تحب رد فعل الناس يبقوا ايه؟ لما بفتكر ضعفي بقول لا يا رب ده انا يبقى دوري ايه مع الناس؟ ايه الصغرة اللي انت عايز تحطيلي فيها لما الله بيقول وطلبت من وسطهم رجلاً؟ فلم اجد يا ترى ممكن اكون انا اللي تحطني في الصغرة ده لما تبقى فيه فتحة في الجدار ده صغرة هيدخل منها الشر للكنيسة تحطنيش انا فيها؟ بدل من اعضلوم الناس ولوم ضعف ولوم اتخلي بالكم الكلام ده مع مين؟ مين اللي عمل كده في الاول؟ القادة الرؤساء اللي عمل كده في الاول لكن عزره ناح وحزن ممكن تراجع كمان نحمية يعني نحمية لما جالوا الاخبار في نحمية صح واحد وجولوا ناس من قرشاليم بعد ما ده حصل بعد ما ده حصل بعد كم سنة جم ناس من وسط الناس دي ونحمية بيقولهم يا اخبار الناس اللي عزره عمل معاهم شوت جامد قوي في حياتهم الروحية ها ايه الاخبار؟ ردوا عليه وقالولوا ايه؟ في شر عظيم وعار والوصف الاولاني كان ايه؟ شر يعني ما قالولهوش في الاول ان المدينة منهادمة واسور ورشاليم مهدومة والابواب محروقة لا قالوله ان الشعب اصلا فين؟ في شر عظيم وعار رح نحمي عمليه بقى؟ فصمته وصليته ونحته اياما نفس رد الفعل ده واحد قلبه على عمل ربنا ده واحد مش قاعد على كرسي القضاء قدام الكنيسة وكل ما يكون شوف ضعفه في الكنيسة يعد يشهر بضعفها ويلوم قادتها ويفضحهم على الفيسبوك ويلوم شوفوا الناس ادي قادة الكنيس اللي انتو اللي ممشياكم شوفوا وحشينا ايه؟ لا اللي بيعمل كده ده منفصل عن الجسد لكن اللي قلبه يتحط على عمل ربنا ويحس بالحزن مش بالدينونة بالحزن على وضع شعب الله ده عضوة حي في جسد المسيح الصلاة 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 اللي صلاها عزراء من عدد خمسة فاجتمع اليه كل من ارتعد سوريا عدد خمسة وعند تقدمة المساء قمت من تذلولي وفي ثيابي وردائي الممزقة جثوت على رجبتي وبسطت يدي الى الرب الاله وقلت اللهم اني اخجل واخذ من ارفع يا الهي وجهي نحوك يعني منظر عزراء عامل ازاي على ركبته ورفع ايدي لكن وشه فين هو عامل كده مش عامل كده هو عامل ايه عامل كده مين يفكرنا بحد اتكسف انه يرفع عينه للسماء عشار صح كده مرة المسيح بيكلم الفرسيين وقال لهم اتنين راحوا للهيكل عشان يصلوا واحد عشار واحد مينين واحد فرسي الفرسي بكل المقيس المفروض يروح الهيكل متطمن صح كده والدليل انه عامل ايه لما دخل وقف في الاول ورفع عينه للسماء وقال له اللهم اشكرك لاني لسته مثل باقي الناس فاكرين اللي بيلوم الكنيسة قال له ده الحمد لله ايا بقى هم بقى يعملوا يلغوصوا اللي يلغوصوه الحمد لله انا مش معاه قال له هم اشكرك انه لسته من باقي الناس ولا زي مين ولا العشار ده انا مش زيهم الحمد لله لكن العشار اللي كان شايف ضعفه حقيقي لم يشق ان يرفع عينه للسماء مكسوف وعزره بيقول لله انا خجلان اللي انا ارفع وش مكسوف منك انا مكسوف منك مكسوف منك ليه لان اللي احنا فيه ده عملناه مئة مرة بلكده وانت حذرتنا منه مئة مرة بلكده وعقبتنا وطوبنا ورجعت عن غضبك مئة مرة بلكده عشان كده لما يجي للمرة الالف اقولك احنا عملنا المصيبة دي فانا جايلك وانا عامل ايه مكسوف مكسوف فانا جيت وانا اخجل واخذى من ان ارفع يا الهي وجهي نحوك لان زنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا واثامنا تعظمت الى السماء يعني لما تكون خطيانا فوق رسنا معناها اللي احنا فين؟ احنا فين؟ احنا غرقانين احنا غرقانين في الخطايا غرقانين في الخطايا ومحدش ملاحظ محدش ملاحظ واحنا غرقانين في الخطيئة عدد سبعة منذ ايام ابائنا نحن في اسم في اسم عظيم الى هذا اليوم يعني احنا اللي بنعمله ده مين عملوا قبلنا؟ ابائنا ولأجل زنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الاراضي للسيف العدد ده بيلخص كل تاريخ الملوك احنا بسبب زنوبنا الله دفعتنا ليد ملوك الاراضي للسيف والسبي والنهب والخزي الوجوه زي النهاردة زي النهاردة ليه؟ لان احنا دلوقتي تحت ولاية بابل احنا معندلاش ملك احنا مين اللي متصلت علينا؟ الملوك ارتحشسته والملوك اللي موجودين في فارس دلوقتي بابل قبليه ومفارس دلوقتي احنا لسه عبيد فاحنا الوضع ده احنا نسمع معنا لحد ايه؟ لحد اللحظة ده احنا في الوضع ده لحد النهاردة والان عدد ثمانية جميل جميل عدد ثمانية كالوحايزة كانت رأفة من لدن الرب الهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدن في مكان قدسه يعني يا رب لولا اللي انت ترائفت علينا واحنا ماشيين في تاريخنا من التمرد والعسيان احنا بقنا لحد اللحظة دي ولما تسبينا انت كمان اظهرت لنا ايه؟ رأفة ورحمة لان كان المفروض واحنا ارشالين بتتدمر المفروض كان الطبيعي ورد الفعل الطبيعي اللي يحصل لنا كامة اللي يحصل لنا خلاص خلاص لكن شوفوا في اشعية اسحح 6 عدد 13 اما ممكن عدد 12 ويبعد الرب الانسان ده عن دينونة ارشاليم يبعد الرب الانسان ويكثر الخراب في وسط الارض امتى حصل كده؟ امتى حصل كده بالحرف؟ لا 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 في سنة وفاة عسيزية ده الرؤية لكن ده حصل امتى في التاريخ؟ في دمر ارشاليم لما نبوخز نصر دمر ارشاليم عدد 13 وان بقي فيها عشر بعد العشر ده اللي انا بقيته اللي انا حفظت عليه واخدته من ارشاليم وودته السبي ورجعته شبه ايه بقى؟ شبه كده بقى فيعود ويسل الخراب ولكن كالبطمة والبلوطة التي وانقطعت فلاها ساق ومن الساق ده بقى هيعمل ايه بقى؟ يكون زرعا مقدسا فيه نوع من الاشجار اسمه جزورين مشهور جدا وسط الاراضي الزراعية الراي عارفين الموضوع ده الجزورين دي دي شجرة بتنمو بسرعة جدا والفلاحين بيستخدموها عشان بيعملوا منها الفحم النباتي فعلى ضفاف المجاري بتاعت الراي وخنوات الراي بتنمو الاشجار دي بسرعة جدا فكل مدة الفلاح يروح عامل ايه؟ يروح قطحها عشان يستخدم الخشب بتاعها كله ويسيب منها حتة في الارض الحتة دي تعمل ايه بقى؟ تروح مطلع فرع صغير كده يكبر يبقى ايه؟ يبقى شجرة تانية فربنا قال شوية العشر اللي بقين في قرشاليم دولة من رحمتي هخليهم شبه الفرع اللي طلع من الجزع ده مش هفنيهم خالص ليه يا رب عملت كده؟ شمعنا يعني شمعنا مع الناس دولة عملت كده هو عزرى بيقول له لانك انت اطرائفت علينا مدتناش اللي نستحقه بالزبط عدد تسعة لاننا عبيد نحن وفي عبوديتنا يتركنا الهنا بل بسط علينا رحمة امام ملوك فارس مين اللي خلانا نرجع تاني وحفظنا واحنا هناك؟ انت لان انت بسط علينا رحمة عدد عشرة فماذا نقول يا الهنا بعد هذا؟ لانك اتركنا وصياتك التي اوصيت بها عن يد عبيدك الانبياء قائلا ان الارض التي تدخلون لتمتلكوها هي ارض متنجسة بنجاسة شعوب الاراضي برجساتهم التي ملقوها بها من جهة الى جهة بنجاسة يعني ملوا الارض كلها والان فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبون سلامتهم وخيرهم الى الابد لكي تتشددوا وتأكلوا خير الارض وتورثوا بنيكم اياها الى الابد وبعد كل ما جاء علينا لاجل اعمالنا الرديئة واثامنا العظيمة شوفوا الاعتراف فعزرا بيعترف يقول له رب احنا نستاهل كل اللي انت عملتو فينا لا بالاكتر كده بقى بيقول له ايه لانك جزيتنا يا الهنا اقل من اثامنا واعطيتنا نجاة كهذه يعني ان جيت للحق يا رب وانا مكسوف منك احنا نستاهل ايه اكتر من كده نستاهل اكتر من كده عايزك تلاحظ معي عزرا من ضمن اللي عملوا الخطيئة دي ولا لا من ضمنهم ولا لا عزرا تجوز اجنبيات ولا لا 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 عزرا ما عملش كده لكن عزرا شايفين كل اللغة بتاعته وهو بيقول له ايه احنا اسامنا زنوبنا رحمتنا احنا كنا متمردين كنا عصاء وحاطت نفسه دايما وسط ايه الشعبة لانه حامل قلم الشعب كله كأنه واحد مش كأنه انا واحد منه انا واحد منه لانه ايه اللي قدام عينيه قدام عينيه مجد الرب قدام عينيه بهاء الرب وعزته ومهابته اللي بتروح باعمال الشعب فاحنا من ضمنهم انا من ضمنهم يا ترى لما بتصلي في الكنيسة بتاخد اني لغة بتحط نفسك وسط خطيط الشعب كده زي عزرة ده ده سؤال ليه قبل ما يكون ليكم لانك قد جازيتنا يا الهنا اقل من اثامنا افنعود ونتعدى وصياك ونصاهر شعوب هذه الرجاسات اما تسخط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجات هتعمل كده فينا يا رب هتعمل فينا كده ايها الرب اله اسرائيل انت بار لاننا بقينا نجيين لك هذا اليوم ها نحن امامك في اثامنا لانه ليس لنا ان نقف امامك من اجل هذا دانيال في قصاح 9 وعدد 18 و 19 قال له نفس الكلمات دي قال له يا رب انت اله بار واحنا خطاط جدا لو كنت ناوي لو كنت ناوي تغفر لنا هتعمل دانيال 9 عدد 18 و 19 لو كنت ناوي تغفر لنا وترحمنا على اساس واحد بس امل اذنك يا اله واسمع افتح عينيك وانظر خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها لانه لا لاجل برنا نطرح وتضرعنا امام وجهك بل لاجل مراحمك العظيمة يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع لا تؤخر من اجل نفسك يا اله لان اسمك دعية على مدينتك وعلى شعبك انا لو في حاجة النهاردة عايز اطلع بيها انا كمايكل النهاردة اللي انا دايما ابقى شايف حالة الشعب وضامم نفسي معاهم واي وجع في الشعب ابقى انا اكتر حاجة بتحزني اكتر حاجة بتقلمني في الحياة اكتر من انا اخسر شغلي اكتر من انا اخسر فلوس اكتر من انا اخسر صحاب اني لما شعب الرب وكنيسة الرب بتبقى ضعيفة دي اكتر حاجة تعكنني في حياتي يا رب اوصل للمرحلة دي يعني الوصف ده انا بقول صلاتي النهاردة يا رب ابقى زي عزرة في اتحاده بخطيه الشعب يا رب اكون زي عزرة اللي البس المسوح وانزب في الارض لما يشوف ضعف في الشعب واصلي واتوب واحنا كلنا هنتوب في الدقائق اللي جاية لما نيجي نصلي واحنا بنقول يا رب احنا مكسفين مكسفين منك لان كم مرة الحالة اللي احنا فيها دي بتتكرر قد ايه كتير قوي صح كم واحد مننا دخل في علاقة مع حد غير مؤمن ومضطر يجامل معاه في حاجات كم واحد دخل في الشغل معاه في حتة بقى بيعمل حاجاته وهو مضطر وهو ده من دمن الجوازب الاجنبيات على فكرة كم واحد مصاحب حد واقرب حد ليه في حياته اللي بياخد مشورته وبياخد رأيه في كل حاجة في حياته حد مش مؤمن كم واحد بيرتبط بحد مش مؤمن كم واحد في علاقة شبه علاقة العهد مع شعوب الارض اللي حوالين المسيح قال اطلعوا من وسط العالم اطلعوا من وسط العالم ما تبقوا ازاي العالم لا تشاكلوا هذا الظهر لان اله هذا الظهر قد اعمى عيون غير المؤمنين اطلعوا من وسطيهم وانا بصلي لاجل نفسي وانا بصلي لاجل الشعب وانا بقول له رب احنا متكلين على رحمتك طول الوقت لو لنا عين نيجي نتوب على اي خطية فينا فالثقة الوحيدة اللي عندنا هو لاجل ايه؟ رحمتك لاجل اسمك لاجل برك تعالوا احنا بنصلي دلوقتي نقول له يا رب شعبك كنستك عروسك اللي انت فديتها بدمك غالي عليك وعلينا يا رب انهت كنستك وابدأني يا سيدي فيي انا احفظني متكون عناية شكاية ناقدة مدينة لكن ساعدنا يا رب ان يكون نحط كتفنا في الكتف بعض لما نشوف ضعف في الشعب ننزل على ركبنا ساعدنا ان يكون مجدك وهبتك هي اكتر حاجة مهتمين بيها اكتر حاجة فرحنا اكتر حاجة بكينا هو هبتك يا رب زي ما يسوع المسيح قال غيرت بيتك اكلتني موسيقى